وخلال اجتماع مجلس الوزراء استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف رؤية الوزارة لمواجهة التحديات الرهنة بمشاركة جميع أطراف العملية التعليمية وأكد وزير التربية والتعليم أن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مشيرا إلى أنه يجري الاستعداد للعام دراسي الجديد من خلال وضع استراتيجية فعالة لمواجهة التحديات الرهنة من خلال مشاركة جميع أطراف العملية التعليمية كما أشار إلى أن الوزراء انتهت إلى وضع خطة لأهم التحديات التي تتمثلوا في العجز عن إعداد المعلمين والكثافات الطلبية بالفصول وارتفاع نسب الغياب بالمدارس وكذا إعادة هيكلة التعليم الثانوي ترجمة نانسي قنقر